قامت ظهر اليوم بإعسام من بنك تنمية لدول إفريقيا المركزية بزيارة إلى المجمع الصناعي لتصدير اللحوم بجرماية بصحبة الأمين العام لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني وأيضا بعض الفنيين التابعين للوزارة تقرير أحمد خامس جمع لأجل الوقوف عن كثب حيث توقف مشروع بناء مسلحة الجرماية كان ذلك هو غرض زيارة بعثة بنك التنمية لدول إفريقيا المركزية إلى أنجمينة هذا وفور وصول البيعثة إلى موقع المشروع وجدت استقبالا من قبل مدير المشروع والمشرفين والمهندسين بعدها توجهت إلى الأجنهة المختلفة للمسلخة التي قيد التشييد بدأا بالمكان المخصص لاستجماع المواشي قبل الذبح مرورا بالمذبحة فمكان التشريح وتجزئة اللحم فالمقر الخاص بحفظ اللهم ثم المكان الخاص بالتصدير كما وقفت البعثة إلى المكان المخصص بسكن العمال والوقوف على الحاويات التي بها المعدات هذا وبعد الشرح الوافع للمهندسين للبعثة عن المشروع كما قدم أفراد البعثة أيضا استفسارات مختلفة للقائمين بأمر البناء وبعد نهاية الزيارة أعرب رئيس البعثة بأن الهدف من زيارتهم هو المعرفة عن قرب أين وقف المشروع لأنه يعد مهما للقارة الإفريقية سيما المركزية والغربية لأنهم ينتظرون ويأملون من هذا المشروع مد الشعوب لهذه المناطق بلحوم جيدة تحفظ عن صحة سكان المناطق المستهدفة الأمين العام لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني جبرين كرام أشار إلى أن هذا المشروع مهما للغاية ويدخل في إطار اهتمامات رئيس الجمهورية إدرس ديبي إتنو حيث يسهم المشروع في توفير أكثر من ستمائة فرصة عمل للشباب ويدفع بالاقتصاد الوطني نحو التقدم كما يلعب هذا المشروع دورا كبيرا في تطوير الاقتصاد الوطني وتقدم البلاد والمنطقة على وجه الخصوص ويتمنى أن ينتهي المشروع في الفترة المحددة 15 شهر من الآن حتى يرى المشروع النورة ويحقق أهدافه المنشودة لصالح السكان في أفريقيا المركزية والغربية للتذكير فإن بنك التنمية لدول أفريقيا المركزية يعتبر شريكا مهما للبلاد